لا ستذهب وفي يوم العيد أولاً نقول لكم كل سنة أنتم طيبين ونشكركم وأنا أريد أن أقول لكم على أحد اللي أنتم عملتوه كان جزء كبير منه هو لصالح الأبطال والشهداء اللي ضحوا عشان خطر مصر تعيش أنا عايز أقول لكم على حاجة تاني ليكم ولكل الناس اللي بتسمعني نحن قلنا أن التاريخ ما نسيبوش لحد والله 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 نحن كنا حرسين على أن نحن لا يسقط ولا يحصل تصادم واللي أنتم عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقة الحقيقة أنا أقول هنا لكل أولاد وبنات مصر وأسر الشهداء والمصابين أو تفتكروا أن أولادكم أبهاتكم أزواجكم سقطوا في معركة طغياء لا إحنا إحنا ما تغناش إحنا لم نعتدي إحنا حاولنا وكل كلمة اتقالت دي كانت عبارة عن واقع نقلتوه نقلتوه للناس كلها عشان الولادة الصغيرة دول لما يطلعوا ويجبروا وحد يقولهم لما هم يقولوا إحنا أبناء الشهد إحنا أبناء الأبطال اللي حافظوا على البلد دي فمحدش يقول يزيف ويشوي تاريخه ويضيع قيمة اللي هم عملوه أنا عايز أقول لكم تاني شفتوا قد إيه عمل درامي بألف كتاب كتاب وبألف ساعة حوار أنتوا ما تعرفوش أنتوا عملتوا إيه؟ في مش عايز أتكلم عشان بس دعيد لكن الدنيا واللي هم طب تصدقوا بالله حتى البيان اللي كتابناه كنا حرصين أننا لآخر لحظة ما يحصلش الصدام لقلنا فيه عزل رئيس ولقلنا فيه مش عارف جماعة إرهابية ولا أي حاجة حتى البيان اتكتب بس يمكن كتير مننا ما يخدش باله أنا بقول الكلام دا دلوقت لكم لأن كتير من الناس ما كانوش مصدقين إننا مستعد لخاطر الحقيقة والصدق والأمانة إن ما تتشويش القيم الكبيرة اللي عملها المصريين في 2013 حاولنا حاولنا كتير قوي إن إحنا نحل المسألة من غير مواجهة أو الصدام لكن للأسف الادعاء والتشوي والشائعات حتى دلوقت محدش عايز يفكر يقول يا ترى اللي تقال دا كان حقيقة ولا حتى نص حقيقة أبداً الكل يعني ربنا يكفينا أهل الشر وأقول للمصريين كل سنة وأنتوا طيبين وخلي بالكم من بلكم خلي بالكم من بلكم والكلام دا ما كانش ممكن حد يقبل في موضعي في مكاني إنه يتعامل وهو موجود بس أنا قلت عشان كل كلمة وكل موقف ما يبقاش في كتبة وحدة ما يبقاش في كتبة وحدة إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق وإن المرأة لا يكفي ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة فاهمين كلامي؟ المسلسل دا أنا طبعا في يعني مشاهد لجهزة الأمن واللي عملته دا حجم قليل من جهدة عمل في أصعب وقت وما زلنا وما زلنا لغاية دلوقت لكن أنا بكلم عن وقائع خاصة بالدولة بالدولة أنا عايز أقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل ثلاث مرات مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي إن لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد ستولى المرة الثانية لما خيرت الشاطر قال نحن نقدر حرقنا المقارات بتاعت الأمن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم المرة الثالثة كانت ليا شخصيا قسما بجلال الله خمسة واربعين دقيقة خمسة واربعين دقيقة يعمل لي بإيده كده يقول لي سنقتل ونأخذ من كل حتة ونأخذ من كل حتة ونأخذ ونأخذ الدنيا أنا أقسم بالله لكي يقول لك ما تطلعون هذه الأشياء أنا أقسمت بالله لكي ستلاحظوا أن رد الفعل على المسلسل على المسلسل حالة من من الاستنفار الشديد من جانبهم والدعاء وتشويق وزيف صحيح صحيح بيعملوا كده رغم أن أنا أعدت سبع سنين لم أذكرهم مرة كنت أقول أهل الشر أهل الشر عشان أدي فرصة لأهل الشر أن يتراجع عن الشر يا ربي يهدينا كلنا أنا أشكركم ولسه الدور مخلص دوركم كدراما كمسلسلات في بناء وعي حقيقي حقيقي للبلد دي على كتافكم وعلى عقلكم على كتافكم وعلى عقلكم وأنا أتصور أن المسلسلات دي كانت كاشفة لزوء وعقل المصريين كل الناس لم يختلف اتنين فاسمحوا لي أن أنا باسمي وباسم كل الناس أشكركم شكرا جزيلا وكل سنة وتطايدين